شكراني يا دكتورة بس كانت عنده بو أحمد ملاحظة قال أن أمين معلوف وهو يسرد قصة عصيان من يوم شافه في محطة قطارات أو شيء لغاية ما ودعاه في آخر يوم قبل لا يشوف كلارا اللقاء الأخير كان يلهث وهو يروي لأن ليش؟ ليش كان يلهث؟ وفعلا كان يلهث بس كان يلهث لسبب وهو يقص ماسك الخيط من ما قبل الحرب العالمية لغاية نهايات الأمبراطورية العثمانية لغاية النقطة اللي التقى فيها عصيان بكلارا بين الجسرين في باريس ما بين الجسرين في بوضبي بين الجسرين في باريس ليش كان يلهث؟ فعلا هاي ملاحظة فعلا حقيقية الدكتورة صح؟ ما قرأت هي هالة مهندسة هالة سلام عليكم أجاوب على السؤال الأول ممكن؟ طبعا أنا أظن أن لو ما رمس عن الحرب العثمانية ما كان مشة الحبكة بهذه الطريقة ليش؟ لأن الحرب العثمانية يعني بداية انهيار العصر العثماني هو اللي خلى المبراطورية هو اللي خلى هذا الانهيار يخلي يوصل لمرحلة التناقض والضياع اللي عاش البطل ويمكن هم الأسوأ الأسوأ يعني من الأشخاص اللي عاشوا وعاشوا في هاي الفترة ليش؟ لأن يعني على حسب الدراسات كلهم مروا به هاي الأزمات فأنا أظن لو اخترت شيء ثاني ما كان مشة سيناريو وحبكة الكتاب بهاي الطريقة يعني بنية النص كانت تقتبي ذلك يعني ما في شيء ثاني كان ممكن يحطه وتبتي من البنية ومالة الكتاب بهاي بهاي الطريقة كمية التناقض اللي عاش البطل يمكن الانهيار من الامبراطورية هو اللي خلى يمشي بهاي السؤال الثاني لأني موركة عندي شكان السؤال لا هذا السؤال الأول اللوهاث اللي كان يركب عشان يلم كل هاي الأحداث وكلها من كثرة ضياع اللي عاش طول الرواية يعني إحنا البطل عاش كمية ضياع وايد كمية تنقلات بس هو ما كان مديد يتفقون معاي الأخوان في هالجين هو ما كان يروي قصة عصيان فقط لأ هو عصيان كأنها أفقط على جميع اللي عاشوا في هاي الفترة لحظة بس الاسم والهالة خلصتين شكرا يا هالة الدكتورة وفا أحمد رواية وإعلامية أنا أتوقع عشان ما يدخل في الضعف لأن أي كاتب لما يبتدي يكتب تاريخيا أو حتى يدخل في الوظيفة يوصل لنص الرواية يضعف يضعف العمل الأدبي هالشي معروف يعني في الأعمال الأدبية من زمان يعني من القليل كيف يضعف يعني يفقد السيطرة على نصة قصة لا يضعف العمل الأدبي كعمل يعني أنت مثلا لما تقرأ رواية مثلا توصل لنص الرواية تحس إنك أنت مليت ليش لأن العمل الأدبي بنص الرواية يضعف في كتاب ليدخلون فنيا في الرواية يعني يمشون جماليا يتغاضون عن هذا الضعف في شو إنهم يدخلون مثلا في مشاهد بين واحدة يحبها وشي فعشان شو يغطون على هذا الضعف قصة يكسرون الرتابة يعني أيوة أي عمل أدبي يدخل تاريخيا أو يدخل في الوظيفة في نص العمل الأدبي يضعف بعدين هو داخل في التمرير شو يبا يمرر؟ يبا يمرر أفكاره فلما هو يبا يمرر أفكاره يبا يدخل فترة زمنية طويلة اللي هي عشان يمرر فيها أكثر من فكرة اللي هي راح فلسطين ولبنان وفرنسا وفرنسا هاي كلها كيف يمرر الأفكار هاي لازم يمررها بهالطريقة يعني اللو هات سبب إن كان يبا يغطي مرحلة تاريخية وهات سبب نجاح العمل الأدبي إنه ما دخل في الضعف يعني وصل لنص العمل الأدبي ما ضعف العمل الأدبي وهذا هو نجاح الكاتب اللي هو التمرير شو يمرر الكاتب من خلال روايته والشي الثاني إنه يوصل لنص العمل الأدبي ما يضعف هالعمل الأدبي حتى في القصايد يعني في ضعف أحيانا مثلا عندك حسان بن ثابت أشعاره بعد الإسلام الكل اللي اتهمه في الضعف ليش؟ لأن دخل في الأخلاق بس قبل الإسلام ما تهمه إنه ضعفت أشعاره أو شيء فهاي هي أنا أتوقع عشان ما يدخل في الضعف وعشان يمرر أفكاره أكبر قدر ممكن من الأفكار يعني ما يدخل في إشكالية التمرير اللي هي إشكالية خطيرة لأنه كان يبيرمس عن التسامح بين الأديان وشيء وهي إشكالية خطيرة كيف بيمررها؟ شكراً يا أستاذة وفاء سلطان عادة عادة معروف أن الروايات عشان تنجح لازم يعني يكون فيها خلطة واليوم تحديداً بسبب أكثر من عامل الجوائز والسوق والمبيعات والأرقام وكذا في خلطة صارت متعارفة بين الكتاب إذا توفرت هاي الخلطة في الرواية فثق إن روايتك بتنجح وبتكسر وبتحقق مبيعات وإلى آخرة كروائي توفرت الخلطة عند أمين معلوم؟ أو شيء أشكرت على هذه الفرصة أنا أعتقد أن هذه الرواية بالذات هو استعمل شيئين موضوع الأعراق موضوع الأعراق المختلفة الأرمن والترك والموضوع الثاني المكان لو تلاحظين الشخصيات ما ترتبط ترتبط حقيقي بالمكان يعني لما انتقلت من مكان لمكان كيف يفكرون هل يروح أمريكا أو يظل في هذا المكان هل يروح بيروت هل يروح يطلع من الجبل يروح على فرنسا كذلك العراق الصداقة اللي يشير ما بين المتضادين في العراق أو المشاكل فأنا أعتقد أن هذه خلطتها أو هذه هي القيمة الأخلاقية اللي تقدمها هي رواية أخلاقية بامتياز يعني لأن عادة الخلطة شو بعتبارك رواية سلطان الخلطة عشان تنجح رواية الحين الحين في هذا الوقت يعني هو كل شيء متوفر يعني بداية في التشويقية عالية في الدخول الحبكة أنا أعتقد أن قدر يوصل للذروة أكثر من مرة في القصة خاصة مع نهاياتك القصة التي تتوقعها أعتقد شخصيات رسمها بشكل جيد بس يمكن اللغة حتى الترجمة ترى اللغة راقية في الترجمة مش اللغة يعني مستواها متدني ما يعني أنا تقولي أعتقد كل شيء كان موجود فيها باعتبار أن هذا النوع من الروايات التاريخية يعني أنا صراحة جذبتني الرواية من البداية يعني لكن أعتقد يعني إذا بنتكلم على التداخل القصص بينها وبين بعض يعني ممكن يكون هذا الشيء الوحيد اللي أخل في الرواية أنا أنا مش يعني مش مع هذا التداخل اللي يخلي القارة يحاول يتذكر القصة اللي قبلها وبعدين في تساؤلات مثلا أنا وأنا أقرأ رواية تاريخية هو مي بالأسماء ما لاحظتوا إذا يمكن أنا نفاتني هالشيء مثلا السلطان اللي انتحر في القصر ما قال اسمه حتى أنا فتحت الدواء حاول أعرف مين هذا الانتحر في الإنترنت هذا لسبب أنا أعتقد شو السببب لأنه ما يكتب تاريخ أي لأنه يكتب رواية ما يكتب تاريخ يعني عشان ما يدخل في القصة وما يتهم بأنه جاهل بهالفترة وأنه لأنه لو ذكر السلطان بيضطر يذكر أشياء كثيرة مرتبطة بهذا الزمن إنه هالزمن ما صار في كذا ما صار في كذا هو ما كان معني بهاي القصة هذه نظري يعني معلوف يتكع على التاريخ ولا يكتب التاريخ والمفروض يعني ويكتب بشكل واعي لأنه قبل أعتقد أيام جورج الزيد كانت الروايات التاريخية فيها شوية نوع من يعني ما عرف إلى أي مدى يكتب رواية تاريخية عنده قدر على التصرف يعني ما أدري مين قرأ لي معلوف سمرقند مثلا اللي يذكر فيها كثير من الأحداث هذا يذكر فيها يعني يذكر فيها نظام الملك ويذكر فيها حسن من الصباح الحشاشين وعمر الخيام أنا ما أقدر أتأكد بأي حام من الأحوال أن هاي الأحداث اللي رواها حصلت بالفعل مع أن البطل كان فيها عمر الخيام ونظام الملك وإلى آخر يعني هاي شخصيات ما نقدر نشكك فيها لأنها موجودة بس هل نوجدت بهذه الطريقة هل كانت بهذه الطريقة هل تصرفت هل قالت هذا يعني هي اللعبة الروائية والحذاقة اللي كانت اللي عند نجيب عند أمين معلوف أكثر يمكن من هاي الرواية اللي سلطاني يقول أن تجنب أن يذكر أسماء تاريخية مباشرة أمين أمين أكثر من مرة هو يبدأ يبدأ بشيء له علاقة بالتاريخ ولكن لا يؤكد ولا ينفي هو يبدأ بالتاريخ بس ما يأكد لنا وما ينفي يعني ممكن يكون في صدفة سلطان انتحر ممكن لا وما أظن إن هو اعتمد على القصة سواء حقية أو لا في الرواية هو بدأ منها ليصل للهوية بيوصلنا إياه ولو قالت إلا أكثر من شي بتحصل أنه تقريبا مشابه في هاي الشي هو يبدأ من التاريخ بس ما يكمل فيه شكرا يا هالي بس أحد من الخواتني عشان ما يقولون نسأل اليمين وما نسأل اليساء مين بس قاري رواية عشان السؤال يتوجه الشخص بيجاوب يعني عفرا قريت رواية بس خير على الجميع بس النور بدرية الشامسي أهلا يا بدرية أشتاذ في كل التقنية بصراحة أنا قريت المعيوف معلوف كثير لكن هذه رواية بالذات بديت هلين النص يعني من حكاية التاريخ وكيف يعني بدأ يتكلم عن تاريخ يعني ما كملت ها قصد للأسف لا ما كملت ها للنهاية لأنه كان قصير جدا فعجبني في البدايات يعني كيف كان يعني ما أدري هل هو دائما هالعرق لأن الواحد يعتز بعرق أو نسبه أنه دائما يذكر أنه ينتسب للعائلة التركية الفلانية وهكذا وبعدين يعني وصلت لنصة صراحة فما ما كملت عن حكاية الأم أو مثل ما نقول التهمة التي تهم فيها الدكتور أن تزوجها رأفة فيها أو علشان يعني الحكايات اللي دارت حول الدكتور فجدا صراحة رائعة للأسف ما كملت لنهاية شكرا عفرة بسألك سؤال ممكن قريت الرواية أعتقد طيب عفرة كيف رسم أمين معلوف شخصية عصيان مع ومكان عاصي أنت قولي لنا كيف رسم لأن أمين معلوف كثير يهتم برسم الشخصية لدرجة أن يوم تقريين تحسين أن شخص تعرفين ويعني لازم تشعني حتى لما تتركين الرواية تحسين أن هذه الشخصية تبقى معتش يعني معنات أن هالكثر كان كانت واضح الشخصية وصارت بين ها فإلى أي سماع صياني كان مراسل أو هذا لا لا ما دخل في الحرب دخل كمقاومة سرية قصدت المقاومة السرية يعني جزء من الحرب هذه تعجب فدخل في المقاومة غير ما هو يقصد أن هو يدخل فيها يعني حتى هو كان عاصي من غير ما يعرف نفس أن هو عاصي طيب ما أدري يعني أنا . أنا شخصية عاصية ممكن نتكلم فيها بس أنا أريد دكتور دكتور أبو خالد الحمدلله محط غيرك أي السلام عليكم مريم الهاشمي عندي نقطة بس أو كذا نقطة بالنسبة للرواية أولا بداية الرواية أنا لأمان لم أكن يعفوني يا أستاذ أنا سألت سؤال يفترض أن نحن نجاوب عشان بس يعني نكون مع قصة نظام بس إذا في ملاحظات بس نجاوب السؤال يا أبو خالد عشان ما تهرب منك بعد يما نعود لمريم لو سمحت ما في مشكلة الأستاذ لو سمحت معلش لا 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 سؤال انطرح وبعدين بحتفظ أنا حقيقة ما عرف الجواب على السؤال لماذا عصيان كيف رسم شخصية عصيان تشوف هل كانت منطقية يعني كبطل للرواية سيرة حيات كلا كيف كانت تشوف تشوف يوم قرأت الرواية إذا في شي ثبت عندي أن هذه رواية عن صراع الهويات لأن هو يأتي من خلفية أب مسلم أم مسيحية تزوج يهودية طلع كلها اللفة تركي أرميني حتى أرميني فأعتقد مشروع معلوف كلها على قايم يعني كل قايم على مسألة الهويات وتضارب الهويات وتداخل الهويات فالعصيان على أهمية الاسم كل راوي لازم يعرف لماذا يختار اسم بطله ويختاره ويعرف بالضبط ليش يسمي عصيان لكن أنا يعني بعد قراءة الرواية قرأنا بعد مثل أبو أحمد يعني أبو أحمد أكبر عني فبالتالي قارنها قبلي فأنا قارنها قبل عشر سنوات شذا لكني يعني حقيقة لما استرجع وكنت في الطريقة تناقش مع ريمة حول لماذا سمى البطل عصيان ولا يمكن أن أحصل على إجابة مقنعة طيب طيب غير مقنعة غير مقنعة لأنه رجل يعني الرواية كلها كئيبة فلو سمى كئيب أحسن من يسميه عصيان مثلا لأنه بالفعل دخل في أجواك كئيب إيلين بعدين ولفوا داروا أحصل لها العلاقة الرومانسية وكليروت يعني مش غريبة شفت أنه يبدأ يرسم شخصيته متمرد على أبو وإلى آخر ويترك وينتهي مجنون في مستشفى أمراض عقلية يعني طيب وبالتالي عصيان من وين يا جلس من وين يتقصت عصيان هذا السؤال يعني أقرأ الرواية وأحاول أن نعرف لماذا يختار معلوف عصيان وحقيقة لا تستطيع أن تجاوب على هذا السؤال يعني يمكن في قراء يضيئ لها تفضل كمّل يا دكتور إذا في شيء يعني بعد هذا يعني أنا أعتقد شوفي معلوف كل دار نشر عندهم كاتب رئيسي ودار الفرابي كاتبهم الرئيسي معلوف بالمناسبة أكثر الكتب مبيعا لدار الفرابي هي كتب أمين لا زالت إلى اليوم ولا زالت إلى اليوم من أكثر الكتب مبيعا لهذه الدار وهذه الدار أصبحت مشهورة نتيجة لكتب معلوف بالمناسبة ودار الفرابي بالمناسبة ثاني أهم دار في لبنان اليوم منتاج 240 كتاب 240 كتاب سنويا قاعدين تجون لكن أكثر الكتب مبيعا هي كتب معلوف مشروع هو مشروع التركيز على قصة الهويات وخاصة في كتاب الهويات القاتلة يعني من أنا في النهاية في هذا العالم ورواية موانئ أولي فالسنة 1991 فالمشروع القديم من 1991 وهالصراع إلين آخر كتبه لهو روايات كتاب الهويات القاتلة على كل نهاية من الروايات أنا لا أعتقد موانئ الشرق أحسن روايات أبدا ولذلك ما أعرف ليش اخترت موانئ الشرق أنا بالنسبة لي مثلا سمرقند ليون الأفريق هاي روايات هاللي هي الأكثر رواجي فسؤالي لك لماذا اخترت موانئ الشرق بدلا ما تسألينا خلينا نسألك رغم أنها رواية ممتازة بالمناسبة لكن لا أعتقد أنها من أفضل روايات أمين معلوف ملحة في هذا الوقت وخاصة بعد هذا تدفق الهجرات المهول بعد قصة الربيع العربية وثورات العالم العربي يعني اليوم المهاجرين العرب اللي هم بجميع جنسياتهم اللي هاجروا إلى الغرب اليوم كلهم أمام سؤال الهوية على فكرة إلى أي درجة هو عليه أن يذوب في المجتمع الغربي لكي يصبح غربيا ألمانيا أو شرقيا أو إلى آخر أو أن ينفض بسمات شخصية وليه درجة الغرب مستعد أن يتعامل يعني أعتقد أنها قصة شائكة أنا قائل نهم للرواية وأعشق ويمكن أقرأ في السنة أكثر كتبي قراءة في الرواية لكن في روايات لما روايين لما تقرير لهم في رواية تبقى هذه الرواية لا تبقى في الذاكرة روايات أخرى تبقى في الذاكرة اليوم كنا في القمة العالمية وواحد من الكتاب المتحدثين ما دري يمكن ابو نبيل كان موجود كان يقول أن هناك من يقرأ غير الرواية نانفكشن شو ترجمة نانفكشن هناك من يقرأ كتب الغير الرواية وهناك من يقرأ الرواية وهناك من يقرأ الخيال العلمي وخلص لنتيجة الدراسة أن من يقرأ كتب الغير الرواية يعيش في الماضي ومن يقرأ الرواية يعيش في الحاضر ومن يقرأ الخيال العلمي يعيش في المستقبل فكان ينصح أن يا جماعة من الحين رايحة إذا تبغى تعيشون الحياة الحقيقية اجمعوا بينها الثلاثة وليس فقط ركزون على هذا لكن أنا أحب الحاضر وقعد أقرأ الرواية أكثر من أي كتب أخرى في الوقت الحاضر ترجمة نانسي قنع